في هذا المنزل المتهالك أو ما يطلق عليه باللهجة العامية بالعشة تسكن أسرة الجندي نبيل العكش الذي ودع حياته في جبهة الزنوج شمال المدينة في مواجهات مع الميليشيات الإنقلابية هنا أقام نبيل وأسرته حيث تدور قصة تحكي عن حياة الأسرة النبيلة وقيمها التي كان يتحلى بها رب الأسرة ووثقتها شهادات زملائه وأقربائه مساحة لا تتجاوز أربعة أمتار أو أقل هي كل ما امتلكه العكش وأسرته كمأوى لهم يفتقر لأدنى مقاومات العيش ولطالما آمن نبيل أن اليمن منزله الكبير فلم يتردد في تقديم روحه رخيصة لأجله 110 قهل ونوديهم وهي لخيمة مطار وريح فتعب كل شي بينه وناس كثيرا نصحوا يا نبيل يا نبيل قال لنا حياة وموت بداخل الزمن على الرغم من أنه لم يحظى بمجرد فرصة عمل يعيش عليها إلا أن سجل العكش حافلا بالنضال ضد مشروع الانقلاب كما يعد أبا لعشرة أبناء يعيشون في منزل واحد في حي دي لوكس وسط مدينة التعز ونظل بعده 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 وطلع ثعبات ثعبات بليس بثعبات أيام تمام ومبعد ثعبات رقع إلى الزنوك ونظل بداخل الزنوك مايروح شكان عن قوهلو قسم بالله مايروح يرقد هناك داخل الزنوك يقوم هناك يقلس كان سبوعا ثلاث سابع مايقيش قوهلو هنا قوع الله العظيم يحصل لقمه خارق من أقل كرامته وعزته وشرفه من أقل وطنه نحمي وطنه كان عمل في القبهات في جميع قبهات تعيز تحت قائد نبيل عديمي كان فاكهة الزنوك لم يكن مقرد فرد بل كان نعتبره من قائد الزنوك ما خدوم يقف بقانب القريح يخدم المريض في شدة مقالات العمل في الزنوك كان نقيد نبيل العكش في المقدمة كان نبيل يمضي في العقد الرابع من عمره متنقلا بين جبهات القتال في مدينة تعيز ليرحل الرجل الأربعيني في جبهة الزنوج وهو يحاول انتشال جثة رفيقه أبو بكر اليوسفي في مشهد بطولي ضرب فيه أروع قصص التضحيات والفداء لشاب آمن بالمقاومة وحمل البندقية ليأخذ معركة الدفاع عن المدينة والدولة منذ انطلاق شرارتها الأولى حمزة أمين قناة بالقيس تعيز